شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير من عامي 2022 يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديمغرافية كالتعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني ووفقا لما نص عليه البروتوكول فسيتم إنشاء حساب لصالح المشروع القومي ضمن حساب الخزانة الموحد ويحمل رقما محددا ويسمى حساب تنمية الأسرة المصرية وتصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يطفق عليها الطرفان في إطار هذا المشروع